قلعة القاهرة بتعز القلعة الرابضة على ذلك القبل العتيد وكأنها تاج يعلو راس ملك اتخذتها الميليشيات الحوثية ثقنة عسكرية لها وبعد اندحارها منها عاودت بقصف القلعة ملحقة أضرار في بعض الأجزاء وأخرى لا زالت معرضة للقصف حتى اليوم فتحت قلعة القاهرة أبوابها للزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك للعام الثاني منذ بداية حرب الميليشيات الحوثية في لحظة التقاء الزمان بالمكان وبالإنسان فإن القلعة اليوم تكتظ بأعداد كبير من الزائرين يتوافدون عبر بوابتها بعد حرمانهم منها لثلاثة عوام كمتنفس بعبق التاريخ في محاولة وإن كانت لحظية لصناعة فرح غائب في يوم عيد رغم الحصار التي نعانيه ورغم الجوع والقصف والقذائف التي تأتي من قذائف الميليشيات الحوثية إلى هنا إلى هذه المحافظة المحاصرة ولكن أهلها رغم ذلك يعيشون بحب وهو في هذه المدينة للعام الثاني على التوالي بحمد الله تعالى نحتفي في هذه القلعة القاهرة الذي توثي الأشموخ لمحافظة تعز أننا هنا في هذه المحافظة لازمنا نقوم بكل صبر بكل حب بكل حكمة مساء يتقمع الزوار هنا يذهب كلا إلى غايته بينما البعض في ذات الأصيل يدعب وغصانا طرية من القات كعادة غالبية اليمنين في فضاء طلق جميل آخرون يتعاطون مع الفرح بطريقة أخرى يلتقطون صورا تذكارية هنا وهناك يصنعون مساحة للحياة والفرح أما الأطفال فهم يلونون مدرجات القلعة ويقطفون من حديقته ألوان بهقة وسرور إن بثقت من برنامج احتفائي متنوع فنا ومسرحا وفكاهة مقدولة بضحكات الأطفال البرية الصافية نحن اليوم نفرع ونغني ونفتصد بقلعة القاهرة رغم الحرب والسعارة تلك هي رسالتهم وذاك حلمهم وهم يلملمون من خيبات الحرب آمالا بالحياة يبنون منها أحلاما بغد جميل يلفظ غبار الحرب والقتل والدمار ليحل السلام ربوع الوطن ستظل قلعة القاهرة مفتوحة أمام زوارها في مدينة طال حصارها من قبل الميليشيات الحوثية لا جديد يوحي بفك الحصار عن المدينة بحسب اتفاقيات السوكولم بالسويد عواد الوهباني اليمن اليوم تعز اشتركوا في القناة